بعد استكمال جميع مباراة الجولة الرابعة التصفوية الخاصة بكأس أمم إفريقيا 2017 بالقابون لتسفر عن نتائج متبينة ستدخل عدة تغييرات على مستوى الترتيب القادم للفيفا وسيأتي المنتخب الجزائري بالإضافة إلى كوديفوارغانا والسينيغال ومصر كأفضل خمس منتخبات إفريقيا في تصنيف الفيفا الجديد ما يعني أن هذه المنتخبات هي من ستسحب في الوعاء الأول خلال قرعة تصفية نهائية كاس العلم 2018 التي ستقام بالقاهرة في الرابع والعشر نجوان المقبل وبصعود المنتخب المصري إلى المستوى الأول سيجتنب بالتالي الوقوع في نفس مجموعة الجزائر أما المنتخب التونسي فترجع إلى المستوى الثاني واحتمال وقوعه مع المنتخب الوطني تبقى واردة جدا بالإضافة إلى المغرب التي جاءت في المستوى الثالث أما المنتخب الليبي فهو صاحب أسوأ ترتيب بين المنتخبات المتأهلة إلى هذا الدور وسيكون بنسبة كبيرة في الوعاء الرابع والأخير فاحتمال وقوع منتخبات شمال إفريقيا في مجموعة واحدة يبقى واردا جدا بالنظر إلى تصنيف الحالي والذي سيبقى على حاله وفق ما هو متوقع وبالتالي ستكون تصفية كاس العلم 2018 بروسيا قوية جدا وطريق الوصول إلى بلاد الدبابا لن يكون مفروشا بالورد بما أن التواجد هناك لن يكون إلا من نصيب الأقوية ترجمة نانسي قنقر